عوضة مرة اخرى للسينما السينما اللي ما بتزعلش اللي ما بتحدطش اللي ما بتخسرش الدوري على ارضها اللي ما بتتغلبش من روما رايح جاي واللي ما بتتغلبش من الزمالك صحيح السينما ما بتكسبش مزمبي بس عارفة يا سينما لو اتغلبتي من الترجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بيكم في مرجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو The Fall Guy احداث فيلم The Fall Guy بتدور حول مؤدي المخاطرات السينمائية كولت سيفرز اللي بتجمعه علاقة غرامية مع المصورة جودي مورينو في احد الافلام بتحصل له حدثة بتفقده ثقته في نفسه وبتخليه يتخلى عن حياته وعن حبيبته وبعد فترة بيتم استدعاؤه مرة اخرى عشان يشارك في فيلم جديد عشان يكتشف بعد كده ان الفيلم ده هو البداية الاخرى جاية لجودي فبيوافق انه يشارك على امل انه يستعيد حبها مرة اخرى واثناء مشاركته في الفيلم بيتورط في مؤامرة بتؤدي الاختفاء توم رايدر الممثل اللي هو بيؤدي المخاطرات بداله فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلمنا يعتبر فيلم اكشن وكوميديا رومانسية بيركز على حياة مؤدي المخاطرات السينمائية وهو مبني من بعيد شوية على مسلسل تلفزيوني كان بيحمل نفس الاسم اتعرض في بداية التمانينات والاخراج لديفيد ليتش اللي هو شخصيا كان مؤدي ومنسق مخاطرات سينمائية ويعتبر من الناس اللي اعادوا تعريف الاكشن والمخاطرات من خلال افلام زي جون ويكل اولاني واطوميك بلوند وديد بول 2 ومؤخرا بولت ترين فمن المفهوم جدا ان التركيز الاول للفيلم حيكون على تسلسلات الاكشن وافكار مشاهد المخاطرات خصوصا وان احداث الفيلم نفسه بتركز على مؤدي مخاطرات سينمائية اثناء تنفيذ فيلم سينمائي بيقدم فيه على تحديات مش معقولة الشريك الاساسي في التركيز مع الاكشن والمخاطرات داخل احداث الفيلم هو الكوميديا خصوصا وان البطولة لراين جوزلينج اللي بياخد تاني مغامراته الكوميدية مباشرة بعد فيلم باربي بس خلي موضوع الكوميديا ده على جنب دلوقتي خلونا نركز في الاكشن والمخاطرات والله قدر اقول انها كانت مثيرة جدا للاعجاب والاحترام ولكن ليس للانبهار اثناء تتر النهاية بنشوف عدد من المشاهد اللي بتؤكد ان الفيلم ده اتعمل باخلاص شديد جدا لروح مؤدي المخاطرات كل التحديات اللي فيه اتقدت فعلا على الكاميرا ومليانة مؤثرات عملية واقل القليل من المؤثرات الرقمية يكفي ان الفيلم ده حطم بالفعل رقم قياسي عالمي معترف به رقم قياسي لعدد مرات شقلبة العربية اثناء انقلابها متفوقا على الرقم القياسي اللي كان بيحمله مؤدي المخاطرات اللي شقلب عربية جيمس بوند في فيلم كاسينو رويال وفيه عدد من المشاهد التانية اللي نالت تأدير كبير جدا داخل الصناعة زي احد مشاهد السقوط من ارتفاع شاهق قوي والنقطة دي متعلقة بشكل وثيق قوي مع الاحساس السلبي اللي جالي اثناء تضوق مشاهد الاكشن والمخاطرات داخل الفيلم وهي انك لازم تكون قاري عنها عشان تقدر تقدرها لكن لو هتختبرها كمشاهد لأول مرة امام شاشة السينما وانت ما تعرفش عنها اي حاجة الحقيقة مش هتبقى مبهرة قوي خصوصا وان اغلبها على مستوى الافكار مش جديد زي ما قلت كده كان فيه تركيز كبير على تحتيم ارقام قياسية لمشاهد مشابهة هل انا المفروض كمشاهد اقدر النص شقلبة ولا الشقلبة الزيادة اللي انت عملتها ده انا حتى اثناء المشاهدة الاولى ما فهمتش ان دي لقطة متصلة بدون تقطيع حاسس ان اللي كان ناقص الفيلم ده على مستوى الاكشن هو المزيد من الابتكار والطرقعة حاجات كده زي اللي شفناها في فيلم جون ويكفور اللي انا اتفرجت عليه اقدر اعترف انه كان شغل شديد الاحترام وشديد الحرفية بس على مستوى الافكار الجديدة يمكن اللي يحضرني هو مشهد واحد بس مشهد متعلق بالبنزين والنار عشان اللي بيتفرج على الفيلم يفهم اناقصد ايه وعلى فكرة هو مشهد على مستوى المخاطرات ما فيهوش حاجة مبدعة قوي هي الفكرة بس اللي جديدة طب نروح بسرعة للأولوية التانية الكوميديا وطبعا الرهان الكوميدي على رايان جوزلينج وخصوصا بعد فيلم باربي يعتبر رهان مضمون والصراحة الراجل ما اثرش ابدا على مستوى الاكتهاد وعنده عدد محترم من المشاهد الكوميديا الحركية الفعالة وشك العدد من الثنائيات الموافقة جدا افضلها على الاطلاق في تقديري الشخصي كانت مع وينستون جوك كانوا بيلعبوا لعبة كده ليها دعوة بالجمل السينمائية انا تفعلت معها قوي كذلك مشاهده القليلة جدا والقصيرة جدا مع ايرن تيلر جونسون اما مشاهده مع ايميلي بلونت مش عارف يعني لما كانوا بيقصدوا يعملوا كوميديا كانت من اجمد ما يمكن بس هما ما قصدوش يعملوا كوميديا كتير يمكن مشاهدين لو انا عادت صح الباقي كله رومانسية هادية بطيقة جادة جدا ومش جادة وبس ده في بعض الاحيان بتروح لحدود الميلو دراما ده اختيار فني في رأيه ما كانش موفق يعني ممكن يكون فكرني شوية بالنغمة الرومانسية اللي كانت بتتقدم في فيلم ديت بول الاولاني كانت رومانسية بجد وكانت محسوسة وكان فيها نغمة جادة جدا في البداية بس بعد كده حتى واحنا بنزور النغمات الجادة كان بقصد ان احنا نضحك عليها لو ده نفس اللي ديفيد ليتش كان بيحاول يوصله في الفيلم ده فقدر اقول ان هو قلش وعموما التهدية الشديدة في الايقاع ده اتما خدمتش الفيلم وخصوصا في نصه الاولاني لان بسبب الهدوء ده بقينا بنركز اكتر من اللازم مع القصة وقصة الفيلم بكل تأكيد اقل ما يمكن ان توصف به هو انها عبيطة ايا جماعة دي كلمة ما تزعلش احنا كنا بنتفرج على فيلم عبيط اغلب دوافع الشخصيات مش مفهومة تحولات كتير جدا مش منطقية وفيه قرارات بتطفي صفة الغباء على شخصيات من المفترض انهم اتكياء في غياب الايقاع الهادئ كل ده بكل تأكيد مش مهم لان القصة فيلم ازاي ده من المفترض انها مجرد حاوية حاجة كده بننقل فيها الاكشن والكوميديا بتاعتنا لذلك الفيلم تحسن بشكل ملحوظ في النص التاني رغم انه برضو على مستوى المنطق كل سنة وانت طيب بس مشاهد الاكشن كانت متتالية اكتر فنائيات الكوميديا الفعالة كانت بتيجي كتير ومشهد رايان جوزلينج واميلي بلانت الكوميديا الافضل موجود في النص التاني وعلى فكرة من الادوات الكوميديا اللي كانت متاحة للفيلم ده واساء استخدامها جدا هي امكانيات رايان جوزلينج في العصف المنفرد تفرجوا عليها جماعة فيلم زي باربي ولا فيلم زي ده نايس جايز بعيدا عن الثنائيات بتكلم على المشاهد اللي كان واقف يهيس فيها مع نفسه بيتكلم بس من غير ما يكون في حد بيرد عليه ولا حتى بنشوف الانعكاس بتاع النقطة على حد تاني ده موجود طبعا في فيلم ده فول جاي ولكن على استحياء مشهد معاناته مع الكرت بتاع القوضة مثلا كان ممكن يطلع منه اكتر من كده بكتير ففي ضلع الكوميديا بالتحديد اقدر اقول ان الفيلم ده كان عنده فرص كتير واهضرها فيلم ده فول جاي عجبني جدا ولكن عندي احساس ان ده من نوعية الافلام اللي حقدرها اكتر وحبها اكتر لما شوفها اكتر زي ما حصل لي في فيلم بولت ترين لديفيد ليتش برضو وزي ما حصل لي فيلم ده نايس جايز اللي برضو كان من بطولة رايان جوسلينج حقيقي انا محترم ومقدر جدا محاولة الاجتهاد والابداع في الادوات الكلاسيكية ومتوقع ان في المشاهدات التانية حفهم اكتر التعائدات اللي اتقدمت على مستوى الاكشن ويمكن يكون في عدد من النكت اللي ما لا قطهاش من اول مرة افهمها اكتر في المشاهدات اللي بعد كده بس انا اعتقد ان الافلام بتاعت النهاردة لازم تخدنا على قد عقلنا اكتر من كده شوية وهنا انا اقصد بالتحديد على مستوى الافكار خصوصا وانك عندك كل الادوات انك كنت تقدم ده بشكل جذاب اكتر من كده بس ارجع واقول الفيلم تجربة سينمائية ممتعة جدا وانا مبسوط ان احد رهاناتنا في بداية موسم الصيف هي على فيلم يعتبر الى حد كبير عادي زي ما قلت من شوية كده الاكتهاد والابداع اللي فيه كان على مستوى الادوات السينمائية الكلاسيكية جدا وطبعا ده شيء منعش جدا في وسط كل اللي بيتطرح عادة كرهانات في موسم الصيف لذلك فتقييمي لفيلم دافول جاي هو سبعة ونص من عشرة وانا اتمنى من الخواجة جوسلينج انه يحول على الجد شوية بقى عشان بقالنا فترة مطولين في العبط في منقشة الحلقة عاوز اختبر نظريات الابداع بتاعت الفيلم نفسه في ايه مشاهد شقلبة عربيات تحضركم غير بتاعت دافول جاي وغير بتاعت كاسين رويل يريد تساهموا برأيكم في الكومنز الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة يريد تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على انستجرام وتيك توك واليوتيوب ده واكس او تويتر وبوي بوي